أمس شفنا البيتكوين يرتفع إلى ما يقارب 72 ألف دولار فاليوم أجمع راح أتكلم عن إشياء الحركاء الكبيرة القادمة اللي راح تكون في البيتكوين راح أتكلم عن إشياء اللي أشوف بأنه راح يحصل في فضاء الكريبتو مستقبلا وكمان في عندنا جماعة بعض الإنجازات الكبيرة هذه راح تغير اتجاه البيتكوين وربما كمان يا جماعة إحنا حطينا أهدافنا في مستويات منخفضة جدا فاليوم أجمع راح أتكلم عن هذا الشيء وكمان أشياء أخرى كثيرة هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عنه لو لا ترقمي كل يوم معلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلونا ندخلين الآن مباشرة والتي تكلمت عليه في فيديو أمس وهو أنه أنا كنت أتوقع ارتفاع ودفع إلى خط المقاومة عند 71 ألف واربعمائة دولار وبعد الفيديو تبعي إيش اللي حصل في الواقع حصلنا على ارتفاع أول شيء أعز وركم هذا هنا يعني أول شيء حصلنا هنا على ارتفاع من 70 ألف واربعمائة وخمسين هذا كان قبل كم يوم حصلنا هنا على ارتفاع وبعدها حصلنا على انخفاض فهذه هنا كانت أول محاولة للبيرز أول محاولة للبائعين على شان يدافعوا عن هذه المنطقة طيب وأمس بعدها حصلنا هنا على ارتفاع وارتفعنا هنا إلى الأعلى عند 71 ألف وخمسمائة دولار والآن البيرز البائعين يحاولوا بأنهم يدافعوا عن هذا المستوى هذا هنا مستوى مهم جدا لأنه إذا شفنا هنا على الفريم اليومي فهذه هنا في الواقع أعلى قبل سابقة ففي المرة السابقة لما حاولنا نحصل فيها على ارتفاع حصلنا هنا على الرفض من عند هذا المستوى حصلنا على الرفض من عند 72 ألف دولار إلى في الأسفل عند 66 ألف دولار فيعني هبطنا بشكل كبير حصلنا على دعم حصلنا على القاعين نموذج القاعين كسرنا هذا النموذج وبعدها حصلنا هنا على ارتفاع الأعلى فالبيرز البائعين يحاولوا بأنهم يدافعوا عن هذه المنطقة لأنه إذا قدرنا بأنه نتجاوز هذه المنطقة هذا الارتفاع السابق فهذه هنا إشارة بوليش وكمان في عندنا الخط البرتقالي المهم هنا عند 72 ألف دولار في نفس النقطة في مستويين مقاومة قوية جدا اللي البيرز يحاولوا يدافع عنها فهل راح يكونوا ناجحين في هذا الشيء؟ أعتقد بأنه ما راح يكونوا ناجحين بشكل كبير بهذا الشيء أعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن نكسر فوق هذه النقطة وبعدها نبدأ بالارتفاع طيب مستوى المقاومة القادم الكبير راح يكون هنا عند 82 ألف دولار في حال كسرنا هذه النقطة فهذا هنا يا جماعة فقط يورينا مدى أهمية هذه المستويات فيعني ما عندي مشكلة بأنه نمشي بشكل جانبي هنا لفترة أطول ولكن هذا المستوى البيرز البائعين راح يحاولوا بكل ما يقدروا أنهم يدافعوا عن هذه النقطة ولكن أعتقد بأنه في النهاية البولز المشتريين راح يكونوا فائزين في النهاية ورح نرتفع إلى مستويات أعلى وبالمناسبة يا جماعة لكل الناس اللي باعوا في بداية مايو هذا هنا كان في الواقع القاع الرسمي هذا هنا كان نقطة أو أقل نقطة هبط إليها البيتكوين هنا في واحد مايو فاللي كانوا يمشوا على مقولة سيل ان ماي ان جو اووي بيع في مايو ويمشي في الواقع باعوا هنا في القاع وضيعوا على نفسهم هنا ارتفاع مايو قارب 30% في البيتكوين من هذه النقطة فسيل ان ماي ان جو اووي ما اعتقد بانه هذا ينطبق على هذه المرة هنا في البيتكوين اذا عايزين تعرفوا ليش فتقدروا ترجعوا الى فيديوهاتي السابقة وتشوفوا ولكن نعم يا جماعة شي رأي جدا بانه نشوف انه احنا قاعدين نحصل هنا على بعض التقدم وقاعدين يرتفع هنا الى مستوى عالية في البيتكوين فهذا هنا كله جيد طيب من ناحية الانجازات اللي نشوفها هذا المثلث طبعا هنا الان يستمر بالارتفاع ورح اقول الان بانه طبعا احنا الان يعتبر خلاص ضربنا او وصلنا الى الهدف من هذا النموذج وتقدر تشوفوا بانه هنا في هذه النقطة وصلنا الى الهدف وبعدها استمرنا بالارتفاع للأعلى بعد هذه الدراما الصغيرة هنا والارتداد طيب ولكن الان اعتقد بانه هذا هنا شكله جيد هذا هنا كان شيء ناجح فلكل الناس اللي كانوا يتداولوا في هذا الكسر فانت الان وصلت الى الهدف فالف مبروك لكل الناس اللي دخلوا في هذه الصفقة طيب من ناحية البيتكوين هنا مقارنة بكمية الاموال الموجودة في السوق من ناحية الدولار فتقدروا تشوفوا بانه كمان هذا اليتشارت هنا يؤدي اداء رائع جدا هل راح نحصل هنا على ارتفاع نفس الشيء اللي حصلنا عليه في السابق تقدروا هنا كمان تشوفوا في السابق حصلنا على هذا التماسك داخل هذا المثلث وبعدها بوم ارتفاع مباشر للاعلى بعد ان كسرنا فوق هذا المثلث وبعد ان حصلنا طبعا على هذا الكسر الوهمي في الاسفل فالان الاشياء شكلها جيدة جدا للبيتكوين الاشياء شكلها جيدة بشكل عام وتقدروا تشوفوا بانه كمان الاسواق التقليدية وصلت الى اعلى قمة جديدة خلونا نشوف نتأكد خلونا نقرب هنا في الاسواق التقليدية نعم وصلنا هنا الى اعلى قمة جديدة وفي الواقع هذه الشمعة الحالية اللي احنا فيها الان هي اعلى قمة للاسواق التقليدية الاس ان بي فايف هندرد وكمان الناس داك وصل هنا الى اعلى قمة على الاطلاق فكل شيء يا جماعة شكله هنا جيد حاليا تقدروا تشوفوا السيولة قاعدة ترجع تقدروا تشوفوا التفاؤل بدأ يرجع الى الاسواق وتشوفوا هذه الاصول تتجه للأعلى طيب في الان يا جماعة شيء مهم جدا عايزة تكلم عنه في نهاية هذا الفيديو لانه يا جماعة قاعدين تشوفوا الان تحول كبير في الترند اشياء الناس مش في الواقع عايزينكم بانكم تعرفوها فاللاعبين الكبار مش عايزينكم بانكم تشوفوا الاشارات وتعرفوا ايش اللي في الواقع راح يحصل ولكن بالنسبة للإستراتيجية تداول تبعي مع التقلبات اكيد اللي قادة تحصل الان فهذه الإستراتيجيات تؤدي اداء رائع جدا حاليا طبعا نقدر نشوف بانه في عندنا ارباح حاليا 16% من هذا البوت مقارب 7500 دولار في هذا البوت القديم والبوت الجديد تبعي اللي في الواقع يتداول في نطاق مشابه فهذا هنا كمان البوت مرتفع 4000 دولار فهذا هنا شكله جيد جدا واذا عايزين تستخدموا هذه الإستراتيجيات بنفسكم فاروحوا الى صندوق الوصف لهذا الفيديو وراح تحصلوا على هذا الشيء هنا احصلوا على هذا البونس 60 ألف دولار عن طريق هذا الرابط على الاوكي اكس وبعدها لما تكونوا خلاص قد حصلتم على البونس شيء مهم انكم اول شيء تسجلوا هو تحصلوا على هذا الحساب بعدها تقدروا تنزلوا وتضغطوا على هذا الرابط هذا هنا راح يعيد نفس الإستراتيجية لكم بضغطة زر واحدة طيب الان جماعة فيه اشياء كبيرة تحصل خلف الكواليس اول شيء اول شيء اتكلم عن هذا اللي تشارت هنا في البيتكوين كمان في عندي بعض اللي تشارت هنا كمان هذا اللي تشارت على فريم الثلاثة الاسابيع واللي عندكم هنا جماعة هو الاي ام اي بولينجر بانز هذا هنا تم نشره عن طريق تيك ديف فاللي تقدروا تشوفوه وهو انه في كل مرة كسرنا فوق هذه النقطة هذا طبعا حصل في الماضي حصل في التاريخ فقط ثلاث مرات في الماضي والان هذا الشيء قاعد يحصل مرة اخرى واللي تقدروا تشوفوه هو انه كسرنا اول مرة في تاريخ البيتكوين ارتفعنا فوق هذه النقطة وحصلنا على ارتفاع هائل في البيتكوين في المرة الثانية كمان ارتفعنا فوق هذه النقطة وحصلنا على ارتفاع هائل للبيتكوين في المرة الثالثة كمان حصل وارتفاع هائل للبيتكوين ولانا جماعة احنا كسرنا هذا الخط للمرة الرابعة وهل راح نشوف في التاريخ جماعي اتكرر مرة اخرى اكتبوا لي جماعة رأيكم تحت في التعليقات رح نشوف ولكن اعتقد بانه البيتكوين رح يرتفع الى مستويات عالية طيب في الان بعض الاشياء المهمة اللي قاعد تحصل في الخلفية اول شيء هو انه كندا اصبحت اول بنك مركزي جي سيفن ينقص معدل الفائدة في هذه الدورة فانتوا جمع الان اريدي تبدأوا تشوفوا البنوك المركزية تنقص معدل الفائدة في عندكم الاسي بي اللي هو البنك المركزي الاوروبي محتمل بشكل كبير بانه رح يتبع نفس الشيء في تاريخ 6 شهر 6 في الواقع اللي هو اليوم فخلونا نشوف اجمع اذا هذا الشيء رح يحصل ولكن بشكل عام في عندنا بيانات كثيرة رح تطلع في هذا الاسبوع وبالتأكيد رح تأثر على سعر البيتكوين والاسواق التقليدية وكل شيء اخر ولكن سعر الذهب كمان قاعد يرتفع الدول في الواقع قاعدة تشتري كميات كبيرة من الذهب يعني البنوك المركزية قاعدة تشتري كميات كبيرة من الذهب وليش يعملوا هذا الشيء اكيد طبعا قاعدين يعملوا هذا الشيء لانهما يتوقعوا بانه رح يتم تنقص المعدل الفائدة ويتوقعوا بانه رح يكون في طباعة اموال اكثر ويتوقعوا تضخم فعايزين بانهما يشتروا الذهب علشان يحفظ السعر او يحفظ القيمة فسهم الذهب من الاحتياطي العالمي ارتفع الى 17 وما يقارب 18% في 2023 وهذا اكبر ارتفاع منذ 27 سنة هذا السهم ما يقارب ارتفع الدبل منذ 2016 منذ ان بدأت البنوك بتسريع شراءاتها وبالمناسبة كمان الذهب الان يعتبر ثاني اكبر اصل يتم تمسك فيه من قبل البنوك المركزية العالمية وتجاوز اليورو لاول مرة على الاطلاق رقم واحد لسه يعتبر الدولار الامريكي ولكن انخفض الى 48% من اصل 60% منذ 2017 فيعني البنوك المركزية او الحكومات حكومات الدول الان يقل ايمانها بالدولار يعني هبط من 48% من اصل 60% وهذا طبعا في الوقت اللي تم فيه ارتفاع شراءات البنوك المركزية للذهب الى اعلى مستوياتها في الربع الاول من 2024 وكمية الشراء هذه هنا كانت ب290 طن فالبنوك المركزية العالمية تجمع الذهب والان بما ان البيتكوين تم قبوله بشكل اكبر وتم الاعتراف فيه بشكل اكبر كاصل رسمي وبالمناسبة اجماعة كمان يتدفق الداخل الامس الى السبوت بيتكوين ايتي اف كان هائل جدا ما يقارب 500 مليون دولار اموال دخلت الى سبوت بيتكوين ايتي اف فالان بما انه تم الاعتراف في البيتكوين فهذه هنا تعتبر فقط مسألة وقت الى ان تبدأ البنوك المركزية انها تجمع وتدخل في البيتكوين بشكل كبير جدا فكل شيء هنا لسه شكله جيد جدا جدا وبالمناسبة اجماعة اذا لسه ما دخلتم الى event horizon فاتأكدوا بينكم تعملوا هذا الشيء راح انشر الرابط او راح احط الرابط في اعلى صندوق الوصف واذا يع查ين تعرفوا اكثر عن هذه العملة هذا المشروع event horizon فعملت فيديو في الواقع قبل يومين هذا الفيديو تكلمت عن هذه العملة وهذا المشروع فاتأكدوا بينكم ترجعوا الى هذا الفيديو راح اخليه كمان يطلع في منتصف هذا الفيديو عشان تقدروا تشوفوا كل شيء عن هذا المشروع ولكن نعم أعتقد بأن هذه هنا قد تكون فرصة جيدة ولكن كمان أعتقد بأنكم تشوفوا جماعة الفيديو تبعي اللي نشرته قبل يومين علشان تعرفوا أكثر طيب جماعة هذا كل شيء عندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم